مرحبا متابعيننا من جديد على قناة المانع الماشي درسنا اليوم هو عن الماضي البسيط بهذا الدرس رح احكي عن الماضي البسيط باللغة الالمانية بناءه استخدامه اهم الافعال صياغته واهم الافعال لازم نحفظها والمستخدمة بالحياة اليومية قبل ما ابلش بدرس اشتركوا لايك وميت مشاركة وهي الدروس كلها مكتوبة على موقع موقع ان المانيا داس بغتغتهم بتساوى من حيث الدلالة على الماضي مع البرفكت بس الفرق بينهم هو التركيب والاستخدام البرفكت نستخدمه بالكلام والماضي البسيط بنستخدمه بلغة الكتابة الصحافة الأدب الرسائل بس في افعال اساسية لازم انا بلغة الكلام استخدم فيها ماضي بسيط هلا صار طبيعي عنا اه لما يكون بدنا نصيغ الافعال لاي زمن عم نتعلمه انه عنا جزئين نوعين من الافعال افعال ضعيفة او قياسية افعال قوية استثنائية بقولولها سماعية هون هلا احنا رح نمشي اول شي بالافعال الضعيفة ونعرف الافعال الضعيفة بنطبق عليها قاعدة واحدة بتتطبق كل الافعال افعال استثنائية اكيد بس تعتمد على ونحكي كمان الافعال القياسية هادي الدرس كتير مهم لانه في حال انت لك تعمل بي اينس بغوفونج بس في بغوفونج اي فحصك تقدمه بليكون النصوص مكتوبة بلغتغتهم يعني مو معقول مثلا انت حافظ فعل شلافنج شلافنج تقرأ انه مكتوب شليف وما تعرف انه شليف هي نفسه شلافن مجرد ما تعمل نظر عليها تحفظها مرة واحدة لو حتى انسيتها انت ما رح تستخدمها بالحكي بس رح لما تقرأه تعرف انه هاي شليف يعني نعمة فنحن رح نبلش اول شي بالافعال الضعيفة وكيف منحول الفعل الضعيف لبغتغتهم عنا ثلاث خطوات لحتى نصيغ الافعال الضعيفة لزمن الماضي البسيط ثلاث خطوات هنه اني انا باخد جزر الفعل مثل الفعل عندي ماخن جزر هو ماخ بقيم الان بضيف تيه وبعدين برجع الان يعني بحط تيه ماخن بين جزر الفعل وبين الان بصير عندي ماخن يعني عملة زاقن الجزر تابعه زاق ما اضيف له تيه زاكت بصير عندي زاكتن زاكتن شي الحلو بالماضي البسيط انه تصريف الضمائر عندي لاش و ايه و زي و اس هو واحد يعني انا متل ما شايف الجدول عندي اذا بدي اصرف ماخن او زاقن فخلص هي قاعدة باحفظه ايه و ايه و زاكت необходимо اخط اضime ماخن ماضي ما شايف threaten سيضر الضمائر عندي ايه و و بحط ماخن ايه و depending tu زاكت نصري تقديم سيضر ايه و زاكت نصري لكنا يجب سيضر استعملا ماخن دو زكتست إير مختت مختت كمان ضفت عندي آية لأنه عندي تي إير زكتت فير زيزي مختن زكتن إيش أيا زي إس مختة زكتة طيب هلأ عندي إذا كان الفعل بنتهي بحرف د أو ت أو أم فهون أنا عندي بدي أضيف كمان حرف أ يعني مثلا عندي الفعل آبايتن أو أتم أوكي عندي إيش أيا زي إس بيأخدوا نفس الشي فآبايتن جزره أربايت بدي أضيف عليه تي فصار عندي دبل تي هون أنا بحط حرف أ بناتين بفصل بصير متل ما شايفين أربايت تي أربايت تي عملة أتم تنفسه إيش أيا زي إس أتم وبضيف تي أتم تي أتم تي دو أربايت تيست أربايت تيست دو أتم تيست أتم تيست إير أربايت تت إير أربايت تت إير أتم تت فير زي زي أربايت تتن أربايت تتن أتم تن متل ما ملاحظين نضفنا حرف أ بسبب وجود أحد الأحرف دي تا دا تا أم تمام متل ما شايفين الماضي البسيط بالنسبة للأفعال القياسية كتير سهل وبسيط لأنه أنا بضيف تا وبنتبه إذا كان فعل بنتهي بالد أو تا أو أم بحط حرف بناتن اللي هو أه والباقي هاي القاعدة كل ياته بتمشي عباية الأفعال متل الفعل عندي لابن جزره هو لاب بصير عندي بضيف تا لابتن لابتن لارن جزره لان بصير لانتن تعلمة لابتن عاشة لانتن تعلمة كوخن كوختن طبخة كوختن طبخة شبيلن شبيلتن شبيلتن لعبة بغوخن بغوختن حتاجة بغوختن قلاوبن قلاوبتن اعتقدة قلاوبتن كوفن كوفتن كوفتن شترة فاتن عندي بنهاية جزر فاتن هو فات عندي ته فشو منعمل بالقاعدة اللي تعلمناها قبل شوي منضيف حرف اه بتصير فاتتن فاتتن تمام؟ زوخن بحثة زوختن زوختن على فكرة زوختن مستخدمة كمان بلغة العمية إيش زوختة يعني أنا بحثت غايزن غايستن غايستن سافرة وبالنسبة للأفعال اللي بتنتهي بإيرن مثل بربيرن، شتديرن، دسكوتيرن بمعنى جربة أنا بس بضيف تاة قبل آن بربيرتن بربيرتن شتديرتن شتديرتن درسة دسكوتيرن ناقشة دسكوتيرتن دسكوتيرتن تمام، هاي تقريبا هي أهم الأفعال اللي هي أنا مجرد محفظة الأفعال الشازة اللي هنا كلهم بلغة ألمانية 250-300 فعل فبصفي عندي الأفعال الباقية القياسية ضعيفة بس بضيفتها وبنتبه إذا بتنتهي بأحد هاي النهايات بشان أضيف حرف A هلأ بالنسبة للنغيق الميسيقى في فيربين هون شغلنا بهذا الدرس بالنسبة للأفعال الشازة عندي طريقتين وعندي نوعين من الأفعال الشازة لما أنا بدي أصيغها بزمان بغتغتهم أفعال الشازة كاملة وأفعال نصف الشازة هلأ هون فرق بناتم بالتطبيق إن الأفعال الشازة الكاملة المية بالمية يعني هي أفعال أنا لما أصرفها مع إش إيا زي إس ما بضيف لنهاية أما الأفعال النصف الشازة فهي لازم أضيف لنهاية الإش إيا زي إس طبع أنا كيف بدي أعرف هاي أفعال الشازة كامل وهاتفعال الشازة نصف كامل إذا ملاحظ عندي هون أربعة أمثلة عندي فاغن البرتسي بتبعه هو جي فاغن والبرتسي بتبعه انتهى بأي إن عندي كومن البرتسي بتبعه هو جي كومن كمان انتهى بأي إن فالقاعدة بتحكي كل فعل البرتسي بتبعه بالانتهي بأي إن هاد فعل الشازة كامل هاد معناته أنا بطبق عليه لما بدي أحكي كومن بحكي إش إيا زي إس كام فاغن إش إيا زي إس فوغ ما بضيف نهاية إي للإش إيا زي إس أو تي أما الأفعال النصف شازة مثل فاغن البرتسي بتبعه هو جي فوست كنن البرتسي بتبعه هو جي كونت انتهى بأي فهاد أنا لازم أضيف النهاية على إش إيا زي إس يعني عندي فاغن البرتسي بتبعه جي فوست بتصير إش إيا زي إس فوست دفطلة تي هلا بننزل نحنا على الأمثلة وعلى الأفعال الشازة الكاملة أفعال الشازة النصف كاملة مثل الفعل عندي كومن البغدغته متابعة هو كامن كامن فعندي إش إيا زي إس كام بلاحظ ما في نهاية إش إيا زي إس كام ما ضيفة إي دو كامست فير كامن إير كامت زي زي كامن فاغن البغدغته متابعة هو فوغن فإش إيا زي إس فوغ من دون نهاية دو فوست فير فوغن إير فوغت زي زي فوغن كمان عندي فعل كتير شاز ومهم هو الفعل زاين بحكي إش فا إيا زي إس فا ضروري ننتبه على هاد الفعل مستخدمه كتير دو فاست فير فوغن إير فات زي زي فوغن وهيك بكمل ع كل الأفعال الشازة الكاملة اللي بل برسي بصفاي تابعة بنتهي بإيئن بعرف القاعدة بتحكي إش إيا زي إس ما بضيف نهاي كومنت إش إيا زي إس كامن وبتمشي على كل الأفعال طبعا في درس نزلته أنا هو أهم ثلاثين فحل شاز باللغة الألمانية هلا بتلاقوا لنك آخر الدرس ياريت تابعوه وهلا باجي على الأفعال النص كاملة وهو الفعل اللي بيكون البرسي بتابعوه بنتهي بتاه متل ما شايف الأفعال أهم الأفعال عندي أفعال النص كاملة هي بمعنى عرفة بمعنى عالمة بمعنى أحضرة جلبة بغنن جبغنت أحرقة ننن جننت سمة زندن جزندت أرسلة غنن جغنت ركضة بمعنى عرفة بمعنى عرفة بمعنى عرفة بمعنى عرفة بمعنى عرفة هذه الأفعال كلياتها أنا لما بدي أعمل بغتغيتهم بعرف هي منتهي البارسي بصفايت بعرف هي هاد لون الأفعال اللي حاطن قدامنا هن أكتر أفعال مستخدمين فأنا بدي أضيف نهاية تصرفية للضمائر إش إيا زي إس شلون يعني؟ يعني عندي الفعل برنجن البارسي بصفايت تنبعو جبراخت والبارتغيتهم تنبعو هو بغغتن النهاي للتصريف مع الضمائر إش إيا زي إس بضيف تي إي للنهاي التصريفية بضيف تي إي يعني إش إيا زي إس بغغت بغغت دو بغغتست بضيف إي بعد تي لأنه عندي تي بغغتست فير بغغتن إير بغغتت زي زي بغغتت برجع بعيد الأفعال الشازة اللي بنتهي البارتسي بصفايت تابعة ب هاي الأفعال الشازة ما بضيف نهاية تصريفية للضمائر إش إيا زي إس مثل الفعل زاين إش فا إيا زي إس فا الأفعال النص شازة منحكي له هي أفعال شازة البارتسي بصفايت تابعة بنتهي بتي مثل الفعل بغنغن البارتسي بطبعه جبغغت والبغتغتم تابعه هو بغغغتن فأنا بالإش إيا زي إس لما أصرفه بحكي بغغغتة بغغغتة طيب الفعل اللي بعده عنا هو فيسن البارتسي بصفايت تابعه جبغغت ما أنه بنتهي بتاه فأنا بسرعة براسي بتيجي أنه إش إيا زي إس بدي يكون فوستة لأنه فيسن بغتغتم تابعه اللي أنا حافظه هو فوستن فهو البارتسي بصفايت جبغوست معناته إش إيا زي إس فوستة دو فوستست فير فوستن إير فوستت زي زي فوستن فوستن طيب عندي كمان هابن وفعل شاز نصف شاز مهم كتير إش هاتة طبعا بارتسي بتابع هابن جي هابت والبغتغتم تابع هابن هو هاتن دو هاتست إيا زي إس هاتة نفس إش فير هاتن إير هاتت زي زي هاتن طيب في عندي استثناء على الأفعال الشاز الكاملي اللي هو الفعل لأنه الفعل بانتهي طيب معناته أنا ما لازم أضيف نهاية تصرفية لما يكون الفعل عندي بانتهي بإن الفعل الفعل هو بانتهي بإن بس أنا بعامله معاملة أنه هو نص شاز استثنائي يعني استثناء فو استثناء فو استثناء اوكي إش فوردة ايا زي إس فوردة حطيت أ دو فوردة فير زي زي فوردن إير فوردة هات فعل بانتهي بإن بس أنا طبقت عليه القاعدة يلي بتشمل أفعال نصف شازة اللي بارت سيبس واي تبعاتي بس كان لازم أنبه على فوردة لأنه من الأفعال المساعدة للثلاثة المهمة كتير باللغة الألمانية بالكن فوردة البغا تغيتم تبعو فوردة إش أيا زي إس فوردة طيب هلا بنا نيجي عالمودال فوردة مودال فيربن هنه ست أفعال من أهم الأفعال باللغة الألمانية واستخداما يومي وطبيعي كتير فعندي فعلية من المودال فيربن هنه فولن وزولن هنه أفعال ضعيفة يعني أنا كيف بحاولها بغا تغيتهم للفعل الضعيف بس بضيف تا بين الأن وجزر الفعل يعني فولن بصير فولتن زولن بصير زولتن وبما أنه ضعيف فهو بصير إش فولتن نفس الشيلة زولن إش أيا زي إس زولتن وعندي ثلاثة من الأفعال الضعيفة من الأفعال مودال فيربن هنه كمان يعدوا أفعال ضعيفة بس أنا اللي بعملول بقيم الأملاود وبضيفته يعني كنن دوفن موسن أنا بس بقيم الأملاود من الأملاود وبضيفته وعندي كمان فعل موغن بلد الداس بغتغيتهم يعني موغن أنا بطبق عليه قاعدة إنه هو نصف نصف شاز الحكي هاد شو معناته إنه نصف شاز إنه جزر الفعل بتغير نهائيا متل ما لاحظنا قبل برجع بعيد سريع صار هو تغير جزر الفعل هو تغير جزر الفعل نهائيا وهيك ع كل أفعال نصف شازة نيجي على تصريف متل ما قلت أنا بعتبرن أفعال ضعيفة بس بضيف ت وبتصير عندي إش أيا زي إس فولت دو فولتست فير زي زي فولتن إير فولتت زولن نفس الحالة بالضبط إش أيا زي إس زولت دو زولتست فير زي زي زولتن إير زولتت وعندي هلا الأفعال بدئين من الأملاود اللي هي كونن دوفن موسن هون بإيم الأملاود وبضيف ته فدوفن عندي البارسيب تبعه هوا جدوفت فإش دوفت وعدي إيا زي إس دوفت دو دوفتست فير زي زي دوفتن إير دوفتت كونن البارسيب تبعه هوا جي كونت إش أيا زي إس كونت كونت دو كونتست فير زي زي كونتن إير كونت موسن وعندي كمان موسن البارسيب تبعه هوا جي موست إش موست إيا زي إس موست وعندي دو موستست فير زي زي موستن إير موستت وهلا الفعل النص شاز وهذا الفعل اللي أنا جزره بتغير نهائيا لما أحاولوا على بغاتغتم فعندي موغن بصير جي موغت البارسيب تبعه والبغاتغتم بصير موغتن 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 أوكي فإش موغت إير زي إس موغت دو موغتست فير زي زي موغتن إير موغتت برشا بعيد المودال البرب مهب مين كتير المودال البربين سوري عندي فولنزولن بضيف بس ت ما بغير أي شيء وهنا بعدة من الأفعال الضعيفة عندي كنن دوفن موسن هون بقيم الأملاود وبضيف عليها ت كمان بعدة بطريقة ما أفعال ضعيفة بس أنا بضيفته وبقيم الأملاود وعندي الفعل الوحيد اللي هو نص شاز اللي بتغير جزره نهائيا هو موغن 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 متل ما قلت موغن بارسي بتبعه موغن 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 برجح بعمل إعادة سريعة قلنا بناخد البغتغتهم من الأفعال باللغة الألمانية في عنا ثلاث حالات باخده من الفعل الضعيف من الفعل القوي للفعل النص قوي الفعل الضعيف أنا بس بضيف ت بين جزر الفعل وبين مثل ما حكيت ماخن صارت مختن ونبهت انه بتصير مختة بضيف عليها تصريف وعندي بعدين خلصت الأفعال الضعيفة القائمة قدامي عندي أفعال قوية ونص قوية للقوية أنا بعرفها لما يكون مثل فاغن كومن البارد سيبس فاي تبعه هو جي فاغن جي كومن وحكيت انه مع الأفعال القوية لما أصرفها مع إش أيا زي إس ما بضيف النهاي يعني إش كام إيا زي إس كام إش فا إيا زي إس فا أما الأفعال النص قوية يلي هي فيسن جي فوست يلي هو عندي بتغير جزر الفعل وبينضاف تي فيسن جي فوست عندي مضيوف للبارد سيبس فاي تي فهاي نص قوية فأنا لما بدي أصرفها مثل قائمة الأفعال اللي حطيتها فيسن جي فوست كنن جي كانت برنغن جي براخت بلاحظ أنه جزر الفعل بتغير كليا يعني إذا بدأ أحكي برنغن البارد سيبس فاي تبعه جي براخت بدي أعمل من له بغتغتم إش براختة صار براخت ضفت تي إي إيا زي إس براختة وصرفت حطيت إي ما عملت مثل أفعال قوية الكاملة بس أنه بالإش إيا زي إس بتزيد التصريف وبنتبه أن الجزر الفعل كله بيتغير مثل جي فوست إش فوست إيا زي إس فوست هابن جي هابت إش هاته إيا زي إس هاته في عندي استثناء هو الفعل يلي بنتهي البارد سيبس فاي تبعه جي فوردن بس كمان هاد الفعل ما أنهم الأفعال المساعدة لثلاثة المهمة فعليه كل شي إسسناهات باللغة الألمانية فبصير إش إيا زي إس فوردن بضيف نهاية إي وبتغير جزر الفعل نهائيا وحكينا بعدين عالمودالفربن عنا أول شي فولن زولن أفعال ضعيفة بضيف لها بس تي عندي كنن دوفن موسن بقيم الأملاود وبضيف تي وعندي الفعل هو موغن وبصير معي مختن مختن تمام؟ في حال أي سؤال بتمنى تكتبولي تعليق إذا ما قدرت أرود على التعليق بعتولي إيميل أكيد برود وبشوفكم إن شاء الله بخير بالدرس اللي بعده يلي رح يكون هو أول درس من أهمتين فعل شاز باللغة الألمانية هلأ آخر الدرس رح تشوفه أهمت ثلاثين فعل شاز باللغة الألمانية في حال كنتم مستعجلين كتير لتحكوا لغة الألمانية فبتمنى أنكم تحفظوا هاد لون ثلاثين فعل وبشوفكم إن شاء الله بخير بالدرس الجاي ويالله السلام